نمشيو القوتي بنسبال هاد الاقتراح ديال السينابون كيجي بحل شناك غرواء ملما داق ديال القرفة كيجي زوين وخدمة دياله مختلفة شوية هدي نحتاجو فلاجينة ديال السينابون هدي نحتاجو جوش كيسان ديال الحليب دافي معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز الفورية ثلاثة دلمعالق بار ديال الساندة اربع كاس ديال الزيت ساشي ديال الفاني تقيق على حسب الخليط تقريبا في الخليط هزليها باش تطيب سينابون خمسمائة جرام ديال الطحين هدي نحتاجو ساشي ديال كاكاو معلقة كبيرة ديال القرفة وثلاثة دلمعالق بار ديال الساندة فبالنسبة للطريقة هدي ناخدو جوش كيسان ديال الحليب دافي معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ثلاثة دلمعالق بار ديال الساندة اربع كاس ديال الزيت ساشي ديال فاني خمرة حمرة ديال حلوة تقيق تقريبا وحد خمسمائة جرام عينكم ميزانكم وصاشي ديال كاكاو ومعالقة كبيرة ديال القرفة وثلاثة دلمعالق بار ديال الساندة فبالنسبة للطريقة هدي ناخدو جوش كيسان ديال الحليب دافي هدي نخلطو معاهم معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية نضيدو معاهم ثلاثة دلمعالق بار ديال الساندة نخلطوهم زيان ونزيدو لهم أربع كاس ديال الزيت ونزيدو ساشي ديال فاني وخمارة حمرة ديال الحلوة ونضيفو تقيق تقريبا 500 جرام وعيننا ميزاننا كتجمع لنا العجينة نغطيوها ببلاستيك الغذائي ونخليوها حتى الضعف في الحجم ديالها وبالنسبة للحشوة نسสاشي ديال الكائكاو مخلط معا معلقة كبيرة ديال الساندة دمنا الحبل جوش كيسان دها見 ومعالقة كبيرة ديال الخميرة الفورية مع الثلاثة القبار ديال السانيدة الحليب دافي مع الخميرة مع سانيدة بخلطين مزيان نزيدوا ليهم ربع كاس ديال الزيت ونخلطوا نزيدوا الساشي دلفاني وحنا تنخلطوا وفي الآخر هذي نزيدوا خمارة حمارة الحلوة وخمسمائة قرام ديال الدقيق الفورس من نوع الجيد مغرب المزيان عيننا ميزان نحتج جمعين العجينة من بعد العجينة التعجنات هذي نغطيوها ببراستيك الغذائي ونخليوها ترتاح واتيد ضعف الحجم ديالها وديك ساعة ملكة خمار لنا العجينة كنسرحوها مزيان وكندهنوها بالزبدة وتنعمروها بهديك الحشوة يعني ذك الكاكاو مع القرفة مع سانيدة من بعد كنروليوها من اللي كنرسطوها كاملة يعني بهذا الحشوة ذي الخالد اللي درنا ديال كاكاو والقرفة وسانيدة ديك ساعة كنروليوها حريبل بحال كيف كنديروه في شنيك تاكي يجينا حريبل طويل وتنقطعوه بالخيط يعني البلاستيك الغذائي هذك اللي كيكون خاص ليتنقطعوه به يعني الشنيك باش كديروه حاجه يجينا تقطيعها وحده مم ديفورميه ما تشي حاجه كيبقى سينابون بحال كيبقى محافظ على شكل ديالو من التحت يعني كنديرو التحت كنديرو التحت ديال ذاك الحريب الأولى الحربول كنديرو هذك الخيط الغذائي وديك الساعة الفوق تنحاولو نخالفوهم وتنزيرو باش كتقطع لنا العجينة بكل سهولة تنبقى وغادين حتى كنكملو من بعد كنناخدو مول مدهون او لمفرش بورق الطبخ وكننزلو فيهم هاد السينابون وحده 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 بحال شكل ديال شهده بحال شكل ديال شنيك اللي أبغيناها عائلي هكذا في مول واحد صافي كنخليوها تخمر مرة تانية ومن بعد كنناخدو شوية ديال الحليب كندهنو به هاد السينابون من الفوق صافي وكندخلوهم الفران حتى كيطيبو كيتحمرو لنا ورا كتشم ديك الريحة ديال القرفة والفاني صراحة وحنا ما داقزوين صافي كنسقيوها بسوس بيضاء بالنسبة للصوص بيضاء هادي تاخدو هادك التحانة ديال الشوربات الميكسور بلونجون او الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي تديرو فيه نسكاس ديال الحليب بودرة ونسكاس ديال الساني دا وصاشة ديال الفاني واربعه الفرماجات مربعين واربعه كاس ديال المغليان هاد شي كله غتحنوه مزيان وغادي تسقيوه به هاد السينابون لانو كيكون هم مرة تبارك الله كيجيو بحده بمول دائري ومفرج بورق الطبخ تنزلو هاد السينابون بحل شكل وريدات بحل شكل شنك وحدة حدو وحدة صافي ملي كتدهنوهم بالحليب وكتدخلوهم الفران يعني تدخلوهم يخمروا المرة الثانية ضروري ودهنوهم شوية ديال الحليب ودخلوهم الفران صافي ملي كيطيبوك تسقيوهم هاد الاصص منلي كتسقيوهم يعني كتتاخدو كاس تلخلات الكهربائي او لما يكسروا بلونجون جادي تديرو في نسكاس ديال الحليب غبرة ببودرة مع نسكاس ديال الساني دا بكمية متساويين ما بين حليب بودرة وساندة نسكاس نسكاس ساشد الفاني وربعة ديال الفرماجات مربعين كاعدين واحد المادة قزوين اربع كاس ديال المغليان وكنتحنوا كل شي مزيان كنحصلوا على واحد لاصوس من اللي كان خرجوا سينابون كان نسقيوها بهم بشكل عشوائي على شكل خطوط وكنديروا شوكولات الدهن تهوى كان نسخنوا واحد شوية باش يجينا يعني تقيل ولكن سهل اننا نشكلوا على شكل خطوط وكنديرو من الفوق فكيجيو ديك الساعة كيجيو فردين كيتهزو بكل سهولة يعني كله اللي نديرين بحل الشهده وما كيتهزو كتجي دائري بحل شكل شي وريده وهذا كنتهزين من الفوق ما بين لاصوس بيضاء وما بين الشوكولات الدهن يعني كيجي ممتاز والمطاق ديال القرفة طريقة دياله سهلة سينابون معروف تبارك الله وما شاء الله يعني في القوتة كيجي زوين واللي زوين ولا يتشرب معاتي معقه وايت كل بحده يعني تيجي ممتاز نتمنى تسجلوا معنا هاد الوصفات اللي قدمتهم لينا مشكورة جدا يعني نادية ومفدوة من اسفي تصuras ليشكورة جدا